اول مرحلة بتلاقي انه بينسى مش فاكر اي حاجة بتلاقيه تصرفاته غير طبيعية هو ذات نفسه بيحس انه هو في حاجة نقصة او في حاجة تغير الجواه بتلاقيه مش دارك بحواليه الناس اللي حواليه بيقولوا ايه بتكلم زي تصرفاته انا برضو عايز اركز على التصرفات احيانا الناس يقولك ان الواحد لما بيجبر حتى المسن العادي هو بيرجع زي الطفل الصغير الكلام ده مضبوط برضو في مريض الزهايمر اه وبالذات في المرحلة الثالثة لما بنيجي للمرحلة الثالثة بيتلاقيه عامل زي الطفل لازم محتاج رعاية كاملة رعاية كاملة اه بحيث ياكل تأكليه ما عافش ياكل لوحده يعني ما يحسش انه هو جعان مثلا مريض الزهايمر مش ما يحسش ان انا بالجوع انا هقوم ممكن يكون ناس ممكن يقولك ااكل تاني وانا يكون واكل من شوية اكل ونسي ااكل ويقولك اعايز ااكل اه تمام اه مش فاكر خد العلاجه اللي ما اخدهوش لكن المرحلة الثالثة بنسميها المرحلة التفولية تفولية ان هو بيرجع زي الطفل اه لازم يقول حد يأكله لازم حد يشربه حد يلبسه ونومه ويقلع حد لازم يوديه الحمام حد يعني افهم من كلام حالتك ان مريض الزهايمر ما ينفعش يقعد في البيت لوحده حتى لو ساعة واحدة يعني نؤمن على الشقة مفاتية علشان ما ينزلش اؤمن على الكهرباء ادوات الكهربائية علشان ما ييه ملعبش في الكهرباء ممكن ايه يضر نفسه الغاز بتجاز الأدوية بعيدة بعيد عنه يعني انا كأني بتعامل مع طفل كبير ما نفس اللي حياتك بتقوله ده ان انا لو عندي طفل صغير لازم اؤمن الكهرباء الطفل بيبقى كمان مدرك عنه الطفل مدرك عنه اه لكن هو ما فيش خالص ماحي الزاكرة